اشتركوا في القناة مهارات الاتصال حصتنا لطلاب الأدبي ولطلاب العلمي فيا أحباب القلب تابعوا معاي وحدة وحدة أولا مادة اللغة العربية المهارات جيل 2007 تشمل 200 علامة تشمل قدي علامة 200 حلو يا أستاذ قسم لي يا أبو الحواري أبشر 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 عندك يا صاحبي 104 علامات فقرات 104 علامات فقرات قطع بعدين عندك يا حبيب القلب 16 علامة علم العرض كيف نقطع أبيات اللغة العربية بعدين في عندك 50 علامة قواعد اللغة العربية 50 علامة قواعد اللغة العربية وآخر باب اللي هو التعبير والتعبير علي يا حبيب القلب 30 علامة وهذا تقسيم مادتك يا صديقي ويا حبيبي تمام وبيدي إياك تعرف أيضا يا جيل 2007 إنه المادة عبارة عن جزئين المادة عبارة عن جزئين جزء ضع دائرة واللي بشمل المية وأربع علامات الفقرات تمام والجزء الآخر كتابة واللي بشمل يا صديقي 96 علامة وبنقسم لعلم العرض والقواعد ويا حبيب القلب التعبير هذه هي البدايات إلى الآن الآن بدأ أقول لكم كيف بدنا نمشي وكيف ننزبط أمورنا وكيف بدنا نحصد ونحصد العلامة الكاملة يا أحباب قلبي أوكي الآن بعد ما حكينا عن هذه التفاصيل بدي أنا وياكم نحكي شوية حبيب القلب عن الآلية اللي بدنا نمشي عليها عن الآلية اللي بدنا نمشي عليها دقيقي خنشوف هيت شيف شغالة يلا العاد هيتش أوكي تابعوا معي يا حبيبي تابعوا معي يا حبيبي يا أحباب قلبي أنا شو بتحبوا أي لون أصفر يلا خلنا بالأصفر حلو الآن أنت كطالب سعيد بإذنه تعالى جيل 2007 أخذ بطاقة الأستاذ سينان حلو شو تبعاتها رقم واحد في عنا جروب خاص لطلبة البطاقات وهذا اللي جروب رح نبعث عليه أوراق العمل رح نبعث عليه الامتحانات رح نبعث عليه كل ما يخص مادتنا وأي طالب اقتنى بطاقتنا الله يرضالي عليك بتبعث لي مسج على 073855167 بتقول لي أبو الحواري ضيفني على جروب النجاح هيك اسمه جروب المين النجاح يلا مرة تانية أول عنصر رح يكون في عنا يا أحباب القلبي جروب خاص هذا اللي جروب الخاص رح يكون لمتابعة الطلبة في إمادة اللغة العربية امتحانات أسئلة وهكذا اللي بيقتني بطاقتي مباشرة يبعث لي على هذا الرقم عشان مباشرة نضيفك على الجروب الخاص بيني وبين طلبتي أحباب قلبي اتنين الدوسيات طبعا الدوسيات اللي بدنا نشتغل عليها هي دوسيات مادة اللغة العربية المهارات خلال هذا الأسبوع بتكون موجودة في المكتبات التابعة على منصة مين أساس خلال موجود خلال أسبوع بتكون موجودة في المكتبات التابعة لمنصة مين أساسية أحباب القلب أكيد لازم تكون معاك الدوسية عشان تمشي معاي حبة حبة وتكون أمورك طيبة يا حبيب المين القلب حلو العدد الدوسيات تشمل مادة الفقرات المية وأربع علامات وتشمل مادة العروض 16 علامة وتشمل مادة القواعد 50 علامة وتشمل مادة التعبير 30 علامة ومضمنة بأسئلة وزارة سابقة بحل جميع أسئلة الكتاب بأسئلة احترافية ذات جميع المين المستويات مباشرة أول ما نحكي لكم وين المكتبات المعتمدة روح مباشرة جيب الدوسية رقم 3 الامتحانات والامتحانات ستكون عبارة عن دورية امتحانات مستمرة كل عشر أيام بدك تاخد مني امتحان كل عشر أيام بدك تاخد مني امتحان ورح أتابعكم بالامتحانات هل أنا ممكن ألتمس يا حبيب القلب بالطالب عذر بي امتحان امتحانين ولكن إذا كان عندك أربع خمس امتحانات مستواك خلنحكي متدني مباشرة رح أتصل معاك وأعلى جل لك هاي المشكلة وأقول لك كيف تمشي وكيف تدرس لعاد رقم واحد في عندنا جروب خاص الكل يبعتلي عليه كل مين اشترى بطاقة اللغة العربية من منصة أساس رقم اثنين الدوسيات رح تكون موجودة في جميع المكتبات التابعة لمنصة أساس رقم ثلاثة رح نعمل لكم يا أحباب القلب امتحانات كل عشر أيام حلو رقم أربع رح نعمل أنا وياكم بثوث وحصص خارجية بثوث وحصص خارجية يعني خارجة عن شرح المادي على سبيل المثال شرحت لك الوحدة الأولى سورة آله عمران رح أعمل بث آخر عنها أو حصة مصورة عنها للتأكيد المعلومات معاك تمام شو بدي منك هذا أنت أخدته مني أنا شو بدي منك أنت يا صاحبي بدي منك طبعا أنت رح يوصلك بكج كامل رح يوصلك بكج كامل هذا البكج بشمل العدة الدراسية المقلمة الدراسية وبشمل البطاقة وبشمل الدوسية بدي منك دفتر وهذا الدفتر الله يرضى لي عليك كل حرف أنا بكتبه على اللوح أنت ملزم إنك تكتبه كل حرف أنا بكتبه على اللوح أنت ملزم إنك تكتبه ليه اللغة العربية لا ترسق يا حبيب القلب إلا بالكتابة في سؤال لغاية هون أسمعوني احكولي حبيب القلب تمام لعاد إن شاء الله بإذنه تعالى نرجع نعيد المعطيات اللي حكيناها يا أحباب قليبي أنا بالمقام الأول حكينا إنه مادة اللغة العربية مادة المهارات عليها 200 علامة طبعا بدي أشير هون إنه طلاب 2006 اليوم جيل 2006 اليوم قدموا امتحان وزاري اللي هو يومة الخميس التاريخ اليوم وصار في ضج كبير جدا على مادة المين الفقرات والكل صنف الامتحان الصعب نعم يا حبيب القلب نحن بدنا نستعد لجميع الاحتمالات أنا بدأ أدربكم للصعب وللعالي وبدأ أدربكم للمتميز وللسهل وبدنا نعمل ونقلب ونسوي رح يكون مرجعنا كتاب المين الوزارة حد المادة مقسمة إلى أربع أسئلة السؤال الأول 104 علامات فقرات السؤال الثاني 16 علامة عروض السؤال الثالث 50 علامة قواعد والسؤال الرابع 30 علامة تعبير المادة بابين الباب الأول وباب ضع دائرة الذي يشمل الفقرات واللي صار عليه ضجة بجيل 2006 والباب الثاني الكتابة الذي يشمل 96 علامة ألف عروض باقواعد جيم تعبير تمام الآن حكينا كيف بدنا نمشي يا أبو الحواري وإشو هي الخطة اللي بدنا نمشي عليها حلو طالبي اللي أنا بفتخر فيك الله يرضى لي عليك في قروب خاص هذا اللي قروب خاص لطلبة البطاقات الله يرضى لي عليك كون معاي موجود فيه ابعتلي مباشرة واسم اللي قروب قروب المين النجاح ضروري تذكر اسم اللي قروب اتنين الدوسيات خلال أسبوع سواء دوسية اللغة العربية المهارات أو التخصص لجيل 2007 رح تكون موجودة بجميع المكتبات التابعة لمنصة أساس ثلاثة في عنا امتحانات دورية كل عشر أيام لقياس مستوى الطلبة أربعة بثوث وحصص خارجية هاي خلنحكي دعم خلنحكي زيادة معلومات وتثبيت أفكار طبعا انت لما تطلب بطاقتنا بطاقتنا رح تكون عبارة عن بكج البكج في البطاقة والدفتر وفي المقلمة الكلام وووو الى آخره أول اشي بدي إياه منك يا حبيب القلب تجيب دفتر وتكتب معاي اللغة العربية لكي ترصخ عليها أن تكتب ثانيا بدك تشتغل معاي على الآتية حياتي أها خيمة ثلاثية الأبعاد البعد الأول فهم والبعد الثاني حفظ والبعد الثالث ميداني الميداني يحميدان حل أستاذ إيش بدك تحل بدك أحل أستاذ الأساس تبعنا كتاب الوزارة كتاب الوزارة وأسئلة وزارة أيسiph سابقة هذا اللي بدك أحله معاك بعد يلا كل معلومة بدنا ناخدها يا أحباب القلب بدنا أندرستاندي بدنا نفهمها بعدين بدنا نحفظها بعدين بدنا نحل أسئلة الكتاب وأسئلة الوزارة السابقة يا حبيب القلب بعد ما حكينا عن هذا الكلام تعالوا الآن أنوا إياكم نستعرض مادة اللغة العربية مهارات نشوف شو متاهاتها نشوف شو قصصها ونشوف عن شو بتحكي العاد من هنا من هنا بدي إياك تكتبوا على دفترك الصفحة الأولى من هنا بدي إياك تكتبوا على دفترك الصفحة الأولى مادة اللغة العربية مهارات واتفقنا أنا وإياكم يا أحباب القلب بأنها تأتي على شكل كتابة وضع دائرة وعليها 200 علامة الآن بدي أحكي بي أولا أول باب اللي هو الفقرات أول باب اللي هو الفقرات صديقي أنت معاك بالفصل الدراسي الأول خمس فقرات معاك بالفصل الدراسي الأول خمس فقرات اللي هي رقم واحد سورة آل عمران مش السورة كاملة آيات منها آيات منها وهلأ منحكي عنها الوحدة الثانية فن السرور صناعة السرور الوحدة الثالثة وحرق قلباه يا وجع قلبي أنا يا وجع قلبي أنا الوحدة الرابعة مرض الحساسية وهو مرض منتشر بشكل عام والوحدة الخامسة قصيدة سأكتبه نعم عنك يا إيه يا وطني حلو الكلام لحد المادة عبارة عن قديش وحدة يا أبو الحواري عبارة عن خمس وحد حلو الكلام الوحدة الأولى سورة آل عمران وهي قرآن كريم الوحدة الثانية مقالة تحت مسمى فن السرور الوحدة الثالثة قصيدة وحرق الباء الوحدة الرابعة مقالة علمية مقالة علمية والوحدة الخامسة قصيدة حلو لعد معانا خمس وحد اللي هم مين الفقرات طبعا مية وأربع علامات رح ناخد أنا وياكم اتنين وخمسين علامة فصل أول اتنين وخمسين علامة فصل أول الفقرات فصل أول عليها اتنين وخمسين علامة وفصل تاني اتنين وخمسين علامة الآن بدي أحكي بشكل سريع عن كل وحدة تمام ومن الآن كل كلمة بحكي لكم إياها هي عبارة عن مخزون لموضوعات التعبير الوحدة الأولى سورة آل عمران بدنا ناخد أنا وياكم قصة ولادة مريم عليها السلام كفالة سيدنا زكريا لها ولادة يحيى عليه السلام وولادة عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل يعني رح ناخدها على شكل قصصي رح ناخدها على شكل قصصي من عند ولادة مريم عليها السلام وصولا إلى كفالة سيدنا زكريا لها ومن ثم ولادة يحيى ابن سيدنا زكريا وخاتم بني إسرائيل عيسى عليه السلام الذي جاء بله أب يعني أنت مطالب بأربع قصص بإذنه تعالى سنستمتع بجمال القرآن الكريم ورح نمسك الوحدة كاملة فهما وتحليلا وحفظا واستيعابا الوحدة الثانية مقالة بتحكي عن السعادة يا مان السعادة يا أخوي مش كشرتنا هيبتنا لا لا كشرتنا مش هيبتنا الابتسام بوجه أخيك صدقة يا حبيب القلب الكلمة الطيبة صدقة وإياها يرتج الخلقه أنا بحاجة لسماع كلام طيب بحاجة أني أشوف ابتسامتك مش كشرتنا هيبتنا حذار يا حبيب القلب هاي الوحدة بتحكي عن فن التعامل مع الحياة هاي الوحدة بتحكي عن فن التعامل مع الحياة سواء بالمطبات اللي ممكن تيجيك واللي بتتمسك فيها بالصبر بالابتعاد عن أوقات الفراغ برؤيتك الداخلية لنفسك وإيمانك بنفسك وعالمك الداخلي يعني مقالة جميلة جدا للكاتب أحمد أمين للكاتب أحمد أمين تتحدث عن صناعة السرور والسعادة وبإذنه تعالى بعد من خلص الوحدة الأولى سننطلق للوحدة المين الثانية الوحدة الثالثة يا حبيبي وهي قصيدة عتاب قصيدة عتاب من شيف الشعراء من أشهر الشعراء من أبو الطيب المتنبي من أبو الطيب المتنبي لسيف الدولة لسيف الدولة الحمداني يلا القصيدة هي قصيدة عتاب من شيخ الشعراء الشعر الذي حظي بمكانة عالية بين الشعراء وفي الأدب العربي أبو الطيب المتنبي الي البعربي أتب فيها سيف الدولة الحمداني لأنه سيف الدولة الحمداني يستمع لكلام الواشيين يعني الناس اللي بتخرد عمله سوى ورحت عالع حك عنك وقعوا بين سيف الدولة وأبو الطيب المتنبي فصاحبنا أبو الطيب المتنبي قرر أنه يعاتب سيف الدولة بقصيدة وأحرق قلبها يا وجع القلب واللي برضو رح نطرق لها بكل أبوابها الوحدة الرابعة هي مرض منتشر فلذلك حكينا عنها مقالة علمية طبعا هذه المقالة تتحدث عن مرض الحساسية وكل ما يتبع لهذا المرض من أسباب من طرق للوقاية من أنواع يعني بتحدث عن أسباب انتشار الحساسية طرق الوقاية من هذا المرض وأنواع هذا المرض طبعا كاتب هاي الوحدة نصر معوض الوحدة الأولى قرآن كريم الوحدة الثانية مقالة كاتبها أحمد أمين الوحدة الثالثة قصيدة كاتبها شيخ الشعراء أبو الطيب المتنبي والوحدة الرابعة مقالة علمية تتحدث عن مرض الحساسية الوحدة الأخيرة معانا هي قصيدة سأكتب عنك يا وطني للشاعر محمود فضيل التل وهو شاعر أردني يتحدث بها عن شوقه وعن حبه للوطن يتحدث بها عن شوقه وعن حبه للوطن صاحبنا كان محمود فضيل التل بالغربة بعيد عن الوطن الغربة هاي أدت إلى الشوق والمحبة والعودة إلى الوطن فلذلك مادة الفقرات عندنا يلا 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 خمس وحد سورة آل عمران بدنا ناخد ولادة مريم وكفالة زكريا لها وولادة يحيا وولادة عيسى الوحدة الثانية فلنسروا الابتسام بوجه أخيك صدقة نضحك لبعض مش قشرتنا هيبتنا الوحدة الثالثة هوشة بين سيف الدولة وأبو الطيب المتنبي وأبو الطيب المتنبي بعاتبه بقصيدة وأحرق قلبها الوحدة الرابعة مرض اسمه الحساسية منتشر في كل مكان نحكي عن أسبابه وأنواعه وطرق الوقاية منه والوحدة الأخيرة قصيدة سأكتب عنك يا وطني تتحدث عن حب الأوطان فلذلك إذا بدنا نقسم المادة بشكل آخر يا عزيزي مادة الفقرات هي عبارة عن مقالتين مقالة عدد اتنين وهي عبارة عن قصيدتين قصيدة عدد اتنين وهي عبارة أيضا عن آية قرآنية العدد خمس وحد مقالتين قصيدتين وآية مين قرآنية طبعا هذا كله موجود بدوسية الفارس بدنا نغطيه بقوة بدنا نكون مع بعض يد بيد يا حبيب القلب هذا أول باب اللي هو الفقرات اللي هو علامية وأربع علامات اتنين وخمسين فاصل أول اتنين وخمسين فاصل ثاني ويأتي على شكل ضاع دائرة أو دويرة حسب أنت كيف تحكيها حلو الكلام الآن يا حبيب القلب تعالي نروح على ثانيا الباب الثاني معنا تعالي نروح على ثانيا الباب الثاني معنا اللي هو علم العروض علم العروض علم العروض وعندما نقول علم العروض أي نتحدث عن ثانيا علم العروض العروض مش العروض نحن مش بكارفور يا حبيبي هذا عليه 16 علامة وأعطيك أسماء أخرى لإله عشان من الآن تفهمني شو قاعد بسولف من الآن تفهم الحواري شو بده منك يا حبيب القلب رح أقول لك كلمة رياضيات اللغة العربية رح أقول لك كلمة رياضيات اللغة العربية ورح أقول لك هو علم تعرف به موسيقى الشعر العربي موسيقى الشعر المين العربي طب ليجي على أول وحدة أنا وإياكم أبو الحواري أش يعني رياضيات اللغة العربية يعني الله يرضى عليك يا حبيبي هذا العلم بحاجة إلى ممارسة بحاجة إلى متابعة كل أسبوع كل خميس قطع خمس أبيات كل آخر يوم نقطع بيتين أستاذ أنا ما بعرف أقطع أستاذ بدك تعرف تقطع فك اللي بلوك أول إشي وتبع معاي واشتغل معاي حبة حبة بتعرف تقطع يا حبيب القلب وصلت وصلت طبعا أنت أمام ثلاثة أبحر أنت أمام ثلاثة أبحر شعرية الوافر والمتقارب والرجز أنت أمام ثلاثة أبحر شعرية الوافر رقم واحد المتقارب رقم اثنين والرجز رقم ثلاثة طبعا هون قبل ما نبلش أكيد 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 بنسبة اتريليون بالمية رح نعمل تأسيس لعلم العروض وبعدها يا أحباب القلب منبلش ليش؟ لأني بعرف أنه معظمكم الضعيف بعلم العروض فبإذنه تعالى سنكون معا يد بيد نخترق العلامة الكامل بإذنه تعالى هذا ثاني باب طبعا ويأتي على شكل كتابه ويأتي على شكل كتابه لا يأتي على شكل ضع مين دائرة وتعالوا أنا وياكم ننتقل للباب الثالث بالمادة وهو باب مين القواعد ننتقل للباب الثالث بالمادة وهو باب مين القواعد القواعد يا حبيب القلب عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة نعم فقط سبع دروس أساسية بدي إياك تبدع فيها بدي إياك تاخد العلامة الكاملة منها الدرس الأول يا مريمو درس النداء النداء المعرب والنداء المبني وأنواع النداء مضاف شبيه بالمضاف نكر غير مقصود اسم علم نكر مقصود هذا الحكي كله رح ناخده أنا وياكم مع بعض طبعا الدرس الثاني بسميه المشتقات والمشتقات هي يا أحباب القلب اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه وصيغة المبالغة واسم الزمان والمكان الدرس الثالث يا أحباب القلب اللي هو المصادر وانت عندك مصدرين مصدر المرة ومصدر الهيئة همسة همسة لمسة لمسة غمزة غمزة جلسة جلسة وقفة وقفة رح ناخدها مع بعض بعدين رفي عنا أنا وياكم الهمزات A O E متى بكتب الهمزة على نبرا على ألف على وار متى بكتبها منفردة متى بكتبها متطرفة وليش كتبتها متطرفة متى بتكون وصل متى بتكون قطع كل هذا الحكي من القلب إلى القلب بإذنه بعدين عنا أسلوب الشرط ومن يتق الله إن تدرس تنجح أسلوب الشرط اللي هو أدوات الشرط الجازمة وفعل الشرط وجواب الشرط الدرس اللي بعده إعراب المضارع المعتل الآخر إعراب المضارع أيوة احكي كمان المعتل شماله الآخر لو قلت لي إعراب المضارع هيك لحال إشي عظيم ولكن إحنا إعراب المضارع المعتل الآخر طبعا رح أخليك قطاعة إعراب يا حبيبه للهارت آخر درس البدل البدل المطابق أحنه إلى أولى القبلتين الأقصى بدل بعض من كل أحنه إلى الأقصى قبابه بدل الاجتمال أحنه إلى الأقصى رائحته طبعا رح أعطيكم أنواع البدل ورح نكون مع بعض بإذنه تعالى أستاذ هل في درس ثامن ممكن يدخل على الحفلة ممنوع نهي نهي نياتا نياتا لا يجوز تتقيد بدروس الكتاب والوزارة تقيد بهذا الكلام طبعا القواعد مثل حكينا أوليتها عليها 50 إش علامة بدي أدربك على العنوين الآتية يا حبيبي أولا الاستخراج بيكون في نص أمامك بدي يا تستخرج منه أستاذ أنا بعرفش أستخرج أستاذ رح أطلعك صياد يا عمي يا صياد رمج شباكك فين أبدا بديك تستخرج وبديك تستخرج لأوصلك أهو اتنين أستاذي أنا بعرفش أعرب هذا الحكي مش عندي أستاذي بديك تعرب وبديك تعرب لأوصلك ثلاثة أستاذ علل كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها عنا أربعة صوب الخطأ في كلمة معينة وخمسة صياغة تحول فعل لإسم لنوع معين من أنواع المشتقات طبعا أنا لما قلت لك جيب دفتر يا حبيب القلب أقصد هنا يعني أنا بهمني القواعد يكون في معاك دفتر وتمشي معاي فيها أول بأول لعاد بعد ما أعطيتك مخطط الفقرات وعلم العروض والقواعد تعالوا ننتقل ثالثا أو عفوا الرابعا لآخر إشي معنا اللي هو رقم أربعة التعبير رقم أربعة لإيه التعبير يا حبيب القلب التعبير يا حبيب القلب التعبير يا حبيب القلب حلو أستاذ بعرفش أكتب تعبير شوفت يا أستاذ الله يرضى لي عليك نحنا أنت جاي عندي وأنا بعطيك عشان نعرف نكتب موضوعات إيش تعبير الباب الرابع التعبير والتعبير علي يا أحباب القلب ثلاثين علامة ودائما بيعطي الطالب في الامتحان أكثر من خيار بيعطيه خيار المقال مثلا بجيل 2006 امتحان اليوم جابوا لهم مقالة عن العلم والتعليم بيعطيه قصة شاب فقير انتقل إلى المدن وأصبح غنيا مثلا وبيعطيك رسالة هدول الثوابت وأكيد ممكن تشوف خاطرة ولكن الثابت من هذه التكوينة والتركيب المقال طبعا نحن رح ندربك على جميع الأبواب ولكن بدنا نركز على الأبواب المهمة جدا 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 شوف الله يرضى عليك يا حبيب هين رسمتك حلو هسا أنا وياك خلال مش يوم ولا أسبوع ولا شهر خلال سنة بدنا نعمل مخزون للعقل بدنا نعمل مخزون عقلي مخزون عقلي يعني بصورة آلي عمران أنا رح أتطرق لموضوع المين الأسرة بفن السرور رح أتطرق لموضوع المين السعادة والطاقة الإيجابية والابتعاد عن أوقات الفراغ والصبر بالوحدة الثالثة وأحرق قلبها رح أتطرق للصداقة بالوحدة الرابعة الحساسية رح أتطرق للثقافة الصحية يعني الصحة وبالوحدة الأخيرة رح أتطرق للوطن ولسه في فصل ثاني هلأ كل هاي المعلومات مع شرحك من هون أخذت معلومة من هون أخذت معلومة عقلك قاعد بجمع معلومات وطبعا نحن رح نعطيك كيف نكتب موضوع تعبير رح نمشي معاك أول بأول خلال السنة أو خلال كل شهر بدك تقدم لموضوع تعبير طبعا عن طريق جروبنا اللي حكينا عنه بعد ما خلصنا أنا وإياكم بالحديث عن أبواب المادة من فقراتها لعروضها لقواعدها لتعبيرها بدي إياك الآن تركز معاي بأكم شيء قبل البدايات تركز معاي بأكم شيء قبل البدايات أستاذي العملية التعليمية يا حبيب القلب هي عملية تبادلية أها ما بين الطالب والمعلم ما بين الطالب والمعلم السنان أعطى درس شرح درس معين وإنت ما مشيت معاي أول بأول رح تيجيني بآخر الفصل تقولي أبو الحواري أنا منحوق أبو الحواري أبو الحواري أبو الحواري لا فلنتطفق على هذا يا هذا من الآن علاقتنا علاقة تبادلية السنان كتب لوح أعطى لوح دورك أنت تنقل على وين على الدفتر السنان أعطى واجب دورك أنت يا حبيب القلب تروح تدرس هذا الواجب وهكذا هلأ ما تخليني أعطي حصة حصتين ثلاثة أربعة وإنت بعيد عني رح يصير فيه بيني وبينك إيش فجوة فلنتطفق على أن العلاقة التبادلية هي العلاقة الصحيحة للوصول إلى العلامة الكاملة وقم اتنين القاع يا حبيب القلب مليء بالفشل بدك تكون بالقاع يا حياك الله أسهل منها ما فيه ولكن القمة هي اللي بدها إيه همة القمة هي اللي بدها همة وأنا وياك رح نبلش من السفر ورح نطلع وحدة 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 لنوصل لمين للقمة خلال صعودنا للقمة بإذنه تعالى كل فترة رح نعطي امتحان كل فترة رح نعطي ايه امتحان فلذلك لما تكون طالب تبادلي معي طالب ماشي معاي صح بصح معي الامتحانات ورح نحصد يا أحباب القلب أنا وياكم بإذنه تعالى العلامة الكاملة آخر إشي بأكد عليه قروب الواتساب ضروري تبعتولنا عليه 0738 55167 اسمه قروب النجاح هذا اللي قروب اللي رح نتابع فيه طلاب البطاقات بأوراق عمل وامتحانات وا 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 فيا أحباب القلب كان هذا اللقاء الأول بيني وبين طلاب جيل 2007 نار يا حبيبي نار حبك في قلب الحواري يمشأ شعشرار وسلام عليكم